صيحة الظهول من شهود العيان فيما تتوالى للانفجارات في موقع استضام القطارين انقلب عددهم من عربات قطار محمل بالحبوب فاصطدمت بقطار محمل بالوقود كنا نسير على الطريق رقم 94 وحين أصبحت هذه السحب تضللنا أصبحت الدنيا ظلامة السماء بكاملها مظلمة ولا يمكنك رؤية أي شيء حاولنا دخول بعض الطرق الجانبية لنرى ما يحدث عن قرب كان مشهدا سرياليا مسافة قد تكون أمنة من الانفجارات لكن ليس من تأثيرها كما تحذر السلطات فالهواء ملوث بعادم احتراق الوقود الذي قد يكون فتاكا مجلس مقاطعة كاس التي وقع فيها الانفجار يقول إن الأرصال الجوية تتنبأ بتغير مسار الرياح مما قد يخلق مخاطر على الصحة العامة كما يقول الأطباء النفط الخام أثناء احتراقه وبسبب المواد التي يحتويها ينفذ قدرا كبيرا من الدخان والمواد الضارة وخاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض في جهاز التنفسي السلطات دعت سكان مدينة كاسلتون التي وقع قربها الانفجار وما حولها إلى هجر منازلهم لكن بتأنن توقيا للمزيد من الحوادث لا نريد أن نتسرع لا نريد للناس أن يتدافعوا في سيارتهم خوفا فيصطدموا ببعضهم البعض أثناء محاولتهم الخروج من المدينة نريد إجلاء منظما للسكان ولذا نحن نبدأ من الآن فلدينا بعض الوقت قبل أن يغير الريح اتجاهها هذا فيما تنشغل سلطات أخرى في التحقيق في الحادث الذي وقع في ولاية هي الثانية في الولايات المتحدة بعد تكساس من حيث إنتاج النفط الذي يتم نقل معظمه بالقطارات ترجمة نانسي قنقر